السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا حلقتنا اليوم من الأخبار الفلكية عن انتقال المريخ من برج الجوزاء لبرج السرطان وطبعا هو الانتقال رح يكون من ظهر اليوم السبت أو من ظهر يوم السبت الموافق 25 ثلاث رح ينتقل المريخ لبرج السرطان المائي ورح يظل في لغاية عصر يوم السبت الموافق 21 خمسة الساعة 331 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج ومن المعروف ان المريخ هو كوكب الحركة والنشاط والاندفاع والرغبات الجنسية والعصبية والمشاكل والدم والنار والدمار والأمور هاي وسمي قديما بكوكب النحس الأصغر كمان أغلب الحضارات القديمة كانوا يتشائموا وما زالوا لحد الآن بتشائموا من حركته لأنه شويه عنيف وسريع بالآثار أو بالأضرار لا شك انه انتقاله دائما هاي منذكرها باستمرار انه دم بده ينتقل من برج لآخر عادة خمسة أيام ما قبل وبعد خمسة أيام بتكون هاي الفترة بتسبب فيها كثير من الحوادث العنيفة والخصومات والحرائق والأمور اللي إليها علاقة بتقلب المناخ والجو أشياء كثيرة وبصير فيه نوع من أنواع التوتر على نفوس الناس عموما وبمرضه يعني إلو علاقة بالذبذبات والغد الصنوبرية وذبذبات قامة والأمور هاي اللي بتأثر على الغدد الصماء عشان هيك بتزيد إفراز هرمون الكورتزول اللي إلو علاقة بهاي الأمور والعصبية وردات الفعل العالية جدا عشان هيك بتنتج طاقة سلبية شديدة والتأثيرات بتكون مختلفة على الأجهزة إما أنه الآن المريخ بدي ينتقل لبرج مائي فمعناته من المتوقع حتصول حوادث إلها صلة بالمياه والسوائل كغرق سفن عبارات سيلان نفط من باخرة مشاكل إلها علاقة بالسوائل إجمالا ممكن أعاصير ممكن أمطار عنيفة جدا ممكن تلوج تستبعدوش يعني خلال الفترة الممتدة ما بين 25-3 لغاية 21-5 بيشعروا موليد برج السرطان بالنشاط والحيوية والطاقة والجراءة والرغبة الجنسية ولكن المشكلة بتصير عندهم أنه بصيروا متسرعون ومندفعون ومتهورون أكثر وبرضو بتقدرش تحكي معاهم يعني في أي شغلة ممكن يعصب عليك فبدهم يضبطوا عصابهم طبعا إلو إيجابيات بس نوصل رح نحكي عنها بيتأثر معهم طبعا موليد الأبراج المائية ككل والأبراج الترابية يعني البرج العقرب الحوت وبرج الثور والعذراء والجدي وكمان كل شخص لما انولد كان المريخ موجود في برجه ساعة ولادته يعني كان في برج السرطان لما تطلع الخرطة الفلكية ساعة ولادتك انظر وين كان المريخ موجود إذا كان المريخ موجود في برج السرطان فيعني انت بتميل لحماية بيتك وأهلك أكثر من غيرك وبتكون شرس أثناء حمايتهم أما أهم تأثيراته على مختلف الأبراج فهي كما يلي برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا التركيز كله رح يكون على البيت على العائلة فعشان هيك بتكون تنتبهوا من مواجهات محتملة مع أحد أفراد العائلة مع أب مع أخ مع ابن يعني مع أفراد العائلة حاولوا انكوا تفهموا أو تتفهموا أراهم بشكل موضوعي ومنطقي ممكن تكون مندفع بشكل واضح للدفاع عن عائلتك ولقوف في وجهك أي شخص بيحاول انه يمسهم أو حتى لو بدي يخالفك بالرأي ممكن حتى لو كان من أفراد العائلة يعني بروح حاض معها تخلط الدنيا ويقولها مع بعض بتميل هاي الفترة لعطاء الأوامر والميل القوانين بالعائلة الأمور اللي ما بتقبل النقاش يعني خلص بتصدر الأمر فرمان وانتهى الموضوع بتحاول أحيانا إرضاء الطرف الآخر اللي بيشعرك بالقبول أو الرغبة وهذا الشير هذا الشيء يعني ممكن يكون له حسنات ويكون له سلبيات برضو لأنه ممكن أنت برضو ما ترضاه هذا الشيء يعني من الأشياء برضو اللي بتثير غضبك هاي الفترة التدخل والفضول أو الاستهانة بأحد أفراد العائلة على الرغم من بعض الخلافات اللي ممكن تنشأ فجأة ما بينكم بالنسبة للستات اللي بيشتغلوا في البيوت أو الرجال اللي بيشتغلوا في المطابخ أو في الإشي اللي بتعلق بالنيران بتكون تحذروا بشكل كبير من الإصابات بالفترة القادمة يعني يكونوا حذرين والتزموا بالأمن والسلامة يعني أكثر برج الثورة بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا بتكونوا تحذروا من وجود المريخ في بيتكم الثالث من الاستدام مع الإخوة أو الأخوات مع الجيران ومن الانفعال في الاتصال والتواصل واحذر خلال التنقلات القريبة أثناء قيادة للسيارة ما تتهور ما تغامر يقولوا الله أنا مسيطر وأيضا الطلاب اللي في المرحلة المدرسة هذولا بدهم يركزوا بشكل جيد إذا كان عندهم امتحانات أو فحوصات اختبارات مدرسية يركزوا ما يتسرعوا بالإجابات ممكن يصير عندك سعي في هاي الفترة لنوع من العلاقات القائمة على القوة التكتل مع أحد إخوتك ضد خطر خارجي مجهول يعني بمعنى آخر ممكن حد عنده مشكلة من برج الثور يلجأ لأحد الإخوة عشان يتشاركوا بالخطة وكيف بدهم يواجهوها ممكن تحاول إثبات قدراتك التعليمية والتواصلية بطريقة انفعالية ومتوترة أيضا أكثر ما بيثير غضبك في هاي الفترة النسيان وعدم الاهتمام خصوصا أثناء التعامل معك أو التعامل معك بنوع من أنواع الاستهتار أي حد ما بيهتم فيك ممكن أنت تنفجر من الغضب رح تنجذب هاي الفترة للأشخاص اللي بيعيدوا لك الثقة بالنفس وبذكروك بالماضي السعيد برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا وجود المريخ في بيت مالك يعني هذا الشيء رح يجيب لك مكاسب مالية ولكن بالمقابل رح يجعل نفقاتك أكثر فأكثر عشان هيك بدك تحاذر من الاستراف والتبذير اللي ما إلو أي معنى وحاول عدم الدخول في أي معاملات مالية خلال هاي الفترة بيكون فيه نوع من أنواع الغضب أو الثورة الداخلية اللي ممكن تعجز أحيانا عن السيطرة عليها بخلال الفترة القادمة بتمتلك قدرة على التحكم بكلماتك وقوتها على التأثير على الآخرين ورح تكون شاغوف بتعلم كل ما هو جديد فعشان هيك بدك تحذر قليلا من الغرور الخفي أكثر ما بزعجك هو في هاي الفترة هم الأشخاص المدعين وفرض رأيهم وبتنجذب لكل ما هو فكري وبيترك أثر على طبيعة تفكيرك بشكل واضح برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا وجود المريخ عندك طبعا هذا شوي رح يجعلك متسرع ونزقا وما بتطيق إشي يعني هيك خلاص بتكون متوتر وسريع الغضب ما رح تعرف السبب إيشو ولكن هيك الأجواء لكنك رغم كلها بتهدأ بسرعة وبتنسى عشان هيك عليك أنك تضبط نفسك أكثر حاول أنك يعني تأخذ جانب من الهدوء عشان يعني شوي هيك فيه فرص إيجابية رح تمنحك يعني المريك هو رح يمنحك الحيوية الطاقة اللازمة لتنفيذ كثير من الأمور المستعصية فعشان هيك هذا التقلب رح يأثر عليك بشكل سلبي ممكن تميل للحب الخفي أو التكتم عن حب أو تنجذب هاي الفترة العلاقات ذات معايير ومقاييس خاصة جدا مع الجنس الآخر أكثر شيء بيزعجك هاي الفترة التصنع في العلاقات والنفاق والاستهانة بقدراتك برج الأسد بالنسبة لما ولد برج الأسد طبعا هنا المريخ بما أنه رح يتواجد في بيت متاعبك هذا بيعني أن هنا في أشخاص رح يحاولوا أنهم يكيدوا لك بالفترة القادمة أو يحاولوا أنهم ينالوا من سمعتك في الخفاء فعشان هيك ما تثق كثير بأي شخص ما بتعرفه بشكل جيد في هاي الفترة بتسيطر عليك فترة من الحزن السوداوية ممكن تكون سريع الغضب والاستفزاز أكثر شيء بزعجك في هاي الفترة وبثير غضبك هو الكذب والجحود والأنانية والضبابية في العلاقات والنفاق بيخفف المريخ من طاقتك الإيجابية شوي حاول أنك تحضر من خسارة الأصدقاء بسبب انفعالاتك المبالغ فيها ممكن تنجذب هاي الفترة للطبقة المثقفة وتحس عندك رغبة في التواصل معهم لا سيما مع الجنس الآخر برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا موليد برج العذراء هنا بينجذبوا للأشخاص الغامضين والمختلفين اللي بيجيدوا اللعب بالكلمات بشكل مبتكر ولطيف خلال هاي الفترة بتكون نظرتكم للأشياء واضحة وبتحب أنك تسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية عشان هيك بدك تحضر من التسرع والنسيان وما تكون متعجل في الوصول لغايتك بدك تنطبع لطريق التعاملك مع الأصدقاء ما تحاول فرض آراءك عليهم بالقوة حاول لأنه ممكن تخسر بعض المقربين نتيجة ذلك حاول أنك تكون أكثر دبلوماسية في التعامل معهم أكثر شيء بيثير غضبك هاي الفترة الأمور السطحية والتعامل مع الأشخاص الأغبية والروتين القاتل وراغبة الآخرين في فرض آراءهم عليك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا بدك تنتبه لأنه مكان موجود المريخ مش سهل فعشان هيك ممكن شوي هيك علاقاتك يسودها بعض الانفعلات وتكون متوترة في محيط العمل لا سيما مع المسؤولين عنك وحاول أنك يعني ما تدخل في جدال أو حوار لا طائل من وراءه أكثر ما بيثير غضبك هاي الفترة الكذب والتكبر والانتهازية التافهة من قبل الآخرين والسطحية أيضا على الرغم من تأثير المريخ السلبي لكن ممكن هيك بتظل أنت شخص متمسك بزمام الأمور بعيد عن الغضب والتوتر الفترة الجاي ممكن تزيد رغبتك في تحقيق النجاح والشهرة ولكن إذا سيطر عليك انفعالك في المواقف أو بعض المواقف فإن يعني ممكن أنه شوية تكون قاسي أو غاضب بطريقة شديدة لا سيما عندما لا تقدر جهودك بالطريقة الصحيحة أو يستغلها الآخرون على حسابك المريخ رح يمدك الطاقة والرغبة والانجذاب نحو الأمور أو نحو الأشخاص ذوي السلطة والنفوذ وأصحاب المناصب المرموقة أو من أصحاب الثقافة المتميزة بشكل عام أهم شيء أنك تنتبه للصحة وحاول أنك تنتبه على أسفل الظهر يعني ما تحاول أنك ترفع أعوزان الثقيلة بالفترة الجاي برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعا وجود المريخ في بيت يلو علاقة بالسفر والدراسات العليا بيجعل الأمر شوي في نوع من أنواع الصعوبة عليك الحذر في التعامل مع الغرباء أو الدخول إلى أماكن مجهولة بالنسبة لك يعني حاول أنك تتحرك مع أشخاص تعرفهم وبتثق فيهم وبرضه لأنه ممكن يحاول بعضهم خداعك فما تبالغ في آرائك الدينية أيضا أو المتعلقة بالأمور الغامضة أو الغيبية احتفل في هذا الأمر لنفسك ما تفرضه وما تدخل في أشياء أنت ما بتفهم فيها أكثر شيء بيثير إنزعاجك في هاي الفترة كثرة العتاب واللوم والجدية والجدية المبالغ فيها يعني تلقي الأوامر برضو من قبل الآخرين هذا شيء برضو رح يزعجك يعني اللي بفرضه الأمر عليك أو بدهم يوجهوك بالقوة حاول إنك ما تتباهى كثير بثقافتك لأنه هذا بجعل الآخرين يحسدوك أو يحسوا بأنك شخص متعالي عليهم ما رح يقدروا يقرأوا اللي جواك بالضبط بتكون هاي الفترة ميال لعلاقات مختلفة مع الجنس الآخر وبتبحث عن تجارب جديدة فانتبه لعواطفك لجديدة برضو برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا هاي الفترة تعتبر فترة غير مناسبة أبدا للدخول في معاملات زي حصر الإرث أو نقل الملكية لأنه أنت شوي هيك جاهز لأي خلاف أو مواجهة لأنه ممكن يصير فيه خلاف حول تركة أو تعويضات مالية فتفقد السيطرة على عصابك حاول تأجيل مثل هاي المعاملات خلال هاي الفترة يعني حاول إنك تأجيلها لحديث ما يطلع المريخ من هذا البيت تحديدا أو من السرطان يروح للأسد بتصير فترة ممتازة عندك القدرة هاي الفترة على الإقناع وأيضا على الجذب بطريقة كبيرة جدا أكثر شيء بثير غضبك هاي الفترة التدخل في شؤونك الخاصة والجحود والنكران والاستغلال والانتهازية الخفية لا تفكر كثير بالخسارة لأنك إنسان مغامر أساسا بطبيعة الحال بتنجذب للأشخاص اللي بيفهمهم مشاعرك ووضوحك وصدقك في التعبير عن نفسك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا وجود المريخ في بيت الشراكي مقابلك تماما يعني إنه بدك تحضر في علاقات الشراكة العاطفية أو المالية والابتعاد عن الانفعالات فيهم فيهما وشان ما حدا المدقيقين اللغويين حاول التخفيف من اندفاعك العاطفي لأنه ممكن يعود هذا الشيء عليك بسوء الفهم مع الشركاء راح تكون شديد الرغبة في التقرب من الجنس الآخر بتمتلك خيال قصب هاي الفترة أكثر شيء بيزعجك الفوضوية وسوء الفهم انتبه لطبيعة علاقاتك هاي الفترة وحاول إنك ما تظهر غضبك لأنه ممكن يكون غير محتمل على الإطلاق برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو بتكونوا على حذر في علاقاتكم بزملاء العمل وحاولوا إنك ما تدخلوا في مواجهات حد راح يكون رأيك غير مقبول منهم هاي الفترة وعليك الانتباه لصحتك والابتعاد عن العمل المجهد برعتك في العمل ودقتك واهتمامك بالتفاصيل بيجعلك تغضب سريعا من الفشل أو الخلل أو في الاتكالية أو التدخل أو تدخل الآخرين في خصوصياتك بتبتعاد هاي الفترة عن أي علاقة غير محددة وبتكره العلاقات الغير واضحة ممكن يظهر غضبك أو انفعالك هاي الفترة على شكل كلمات جارحة وشديدة الواقع والتأثير في الآخرين فعشان هيك بدك تحذر من المبالغة في ذلك وأيضا حاولوا إنك تنتبهوا على صحتكم لأنه الفترة هاي شوي أسفل الظهر أو الظهر عندكم في نقاط ضعف فبتكونوا عرضة للإصابات وخصوصا من الأوزان الثقيلة بتكونوا تنتبهوا منها لأنه بتأثر عليكم بشكل كبير برج الحود بالنسبة لما وليد برج الحود طبعا هنا بتنقصك الدبلوماسية في هاي الفترة وحاول إنك تكون مرن لا سيما مع الشريك في العاطفة ما تبالغ في ملذاتك الشخصية وعليك بالهدوء قليلا ولا تدخل في أي معاملات مالية لأنه النتائج عادة في هيك حالات يعني الحضوض ما بتدعمك فبتكون النتائج غير مرضية إذا ما درستها بشكل جيد بتكون سريع الغضب والاستفزاز وقليل الصبر ولكنك بتندفع لتحقيق اللي بتريده بقوة وجلادة دون الوقوف للنظر للخلف خلص بتندفع وخلص هذا اللي أنا أبدأ أعمل وهيك بتعمل ممكن تتخذ قرارات حاسمة وهي القرارات لازم تتروى قبل ما تصدرها عشان ما تكون ضدها وبتتمركز حول شخصيتك وذاتك اللي ممكن تحاول إثباتها بقوة وإنفعال أحياناً بتكون شغوف في رؤيتك للأشياء وبتحب كل شيء جديد أكثر شيء بيزعجك هاي الفترة قلة الإهتمام وإلقاء اللوم عليك والإستهاني بتضحياتك وأحلامك بنجذب لأشخاص خصوصاً الأشخاص المثيرين للخيال والدهشة أيضاً أنا اليوم ما رح أحكي لكم ولا رح أذكركوا اللي أنتوا عارفين شو بدكوا تعملوه فاللي متذكر يعملوا واللي مش متذكر ما رح أذكره واللي بده يعني أذكر ما رح أذكره هيك من كون انتهينا من توقعاتنا للأخبار الفلكية وانتقال المريخ لبرج السرطان والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر